جميل نذهب إلى جولة في المجهر السياسي ومنها نقرأ الصادق المهدي يقول للمجهر نعم سعود للبلاد في يوم السادس والعشرين من يناير حيث أكد رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي عودته للبلاد يوم ستة وعشرين يناير الجاري وقال في حوار مع المجهر من مقر قمته بالقاهرة أنه دعم الحوار وتعامل مع النظام بعقلانية ولكن الأخير تعامل معه بصبيانية وأضاف تكلمنا بموضوعية وقلنا إيها الصح وإيها الغلط ولكنهم ظلوا يرددون أن مخرجات الحوار نهائية وتابع المهدي نهائية كيف؟ نهائية للناس اللي اشتركوا فيها وقال المهدي أنه أقنع الحركات المسلحة بإسقاط الخيار العسكري طيب يعني عودة المهدي هل تتوقع أن تحديث أي تغيير في الحراك السياسي في البلد أو في حتى الحوار والله على مستوى حزب الأمة فقط وعودة ويمكن على مستوى حزب الأمة وحراك حزب الأمة في الساحة السياسية لكن على مستوى الحوار الوطني ومستوى الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني ما ستحدث الكثير والسيدة الصادق المهدي مع كامل احترامنا اليوم يعني الناس بقعت ما مرهون بين نجا ولا غاب ولا مشا ولا كذا وكامل احترامنا اليوم ودوره الوطني الكبير اللعب وكذا لماذا طيب يتحدث الإعلام كثيرا؟ لكن دي العودة الكامحة تكون للسيد الصادق المهدي لماذا الإعلام السوداني يتحدث كثيرا عودة المهدي وغير؟ من هو يتكلم كثير؟ الإعلام السوداني الإعلام السوداني باعتبار أنه السيد الصادق المهدي ولاعب أساسي حقيقة في الساحة السياسية لكن المتغيرات الحاصلة الآن نحشي أنها تتجاوز وسبق أنه أنا كتبت القوير فترة يمكن قبل التمانية يوم وتسعة يوم قلت لعودة السيد الصادق المهدي الخرطوم لابد أن تمر عن طريق باريس طريق باريس لأنه هناك كان في المؤتمر بتاع نداء السودان بتاع قوى النداء السودان كان ليعود بطلا مثلا مثلا إذا تم اختياره رئيس لهذه المجموعة لكن عاد السيد الصادق الآن والرئاسة أصبحت لسيد مالك عدار في تلك الهان وده يعني ذاته يوريك عدم اتفاق المعارضة على توحيد يعني لافتاته والآن ونحن دعين أنا شخصيا دعيت لتوحيد القوى المعارضة في جبهة واحدة ومن داخل بيت الإمام السيد الصادق المهدي في واحد من تديات السياسة والصحافة وقلت أنه إذا استطيع لو عايز تنازل الحكومة حقيقة وتهزيمة سياسيا ما بتهزيمة كل زول شايل لو رأي وجاري في حت التهزيمة وإنك توائد موافق للأسف دماء عاصل والقوى السياسية المعارضة مختلفة القوى السياسية المعارضة في الداخل كأحزاب أو كحركات مسلحة برضا هي ذاته ما شاهد في انشقاقات وذي واحدة من مشاكل المعارضة السودانية عشان كده أنا أفتكر أنه عودة السيد الصادق المهدي هي يعني نسأله يعني الإقامة الطيبة في وطن يعني حقيقة ونسأل الله أنه ما يعني يتغرب ويهاجر وهو رجل يعني له تاريخ يعني أن يبقى في وطنه خلال الفترة القادمة وأن يعمل مع الذين يعملون من أجل هذا الوطن لأنهض به والدخول به من خلال أبواب المستقبل لا نريد العودة للأفكار القديمة البالية ولا نريد العودة للماضي يعني كثير من الأجال الجديدة الآن يعني لم تعيش تلك الفترة التي حكم فيها السيد الصادق المهدي في 67 وفي 86 يعني مراحل كثيرة يعني ما هي الإضافات التي كانت في ساحة سياسية خلال حكم السيد الصادق المهدي مع كامل احترامنا اليوم غير هناك اتلافات وانفضاد يعني رفض لهذه الاتلافات وحكومات تقوم وحكومات تتغير يعني ما فيه اتفاد طيب يعني هل تتوقع أن تكون هناك إمكانية من الحكومة لمراجعة مخرجات الحوار الوطني بإضافة ملاحظات الصيد الصادق المهدي إلا تجمع التسعين حزب ثاني وتجمع التسعين حركة مسلحة ثاني وتعمل مؤتمر حوار بارتو عشان تغير بحث غير كأنك تشير إلى أن الإمام لم يعد له دور في الحياة السياسية في السوداء لا عنده دور حقيقة عنده دور داخل حزب الأمة قليلا قلتها كاملا يعني الآن الناس تتحدث داخل حزب الأمة حول الرئاسة حول النواب الرئيس حول مسألة إنه طارح نفسه للرئاسة ولا حيطرح نواب رئيس جدد ولا كده لكن السيد الصادق المهدي شخصيا يعني قدم ما فيه الكفاية يعني وهذا يعني جهد يشكر عليه لكن بالفهم والتحجر والتمترس خلال مواقف ما هتغير حاجة أنا أفتكر ما هتكون في ضعفة كبيرة بالنسبة للشعب السوداني كان هذا آخر موضوع لدينا اليوم فيه منشتات معك الكاتب الصحفي والمحايد السياسي أستاذ مصطفى بالعزائي مشكرك جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك